تخيل أن تكون نائماً أو مستلقياً على سريرك في منتصف الليل وفجأةً بدأت تشم رائحةً زكيةً وطيبة وفي اللحظة التي تسلل الشك إلى خاطرك حول ما يحدث وقررت النهوض وتفقد المكان اكتشفت بأنك مشلول وعجز عن الحركة وشيئاً فشيئاً أخذت تغيب عن الوعي هذا ما حدث لسكان بلدة ماطن الواقعة في ولاية إيلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1945 ما حدث في ماطن كان وراءه شخص أو أشخاص مجهولين سماه سكان البلدة بلقب مخدر ماطن المجهول اعتقد أنه المسؤول عن سلسلة من الهجمات الواضحة بالغاز والتي وقعت في ماطن في منتصف الأربعينيات تم الإبلاغ عن أكثر من عشرين حالة منفصلة من حالات القتل بالغاز إلى الشرطة على مدى أسبوعين بالإضافة إلى العديد من التقارير التي تم الإبلاغ عنها لمشاهدة المعتد المشتبهباح أثاد ضحايا الغاز المفترض أنهم اشتموا روائحاً غريبة في منازلهم وسرعان ما تبعها أعراض مثل شلل الساقين والسعال والغثيان والقي اعتبرت الهجمات على نطاق واسع حالة من الهستيريا الجماعية ومع ذلك يؤكد آخرون أن الجنون موجود بالفعل وأن الهجمات المتصورة لها تفسير آخر مثل التلوث الصناعي ظلت الشرطة متشككة في الروايات طوال الحابث لم يتم العثور على أي دليل مادي على الإطلاق وكان للعديد من حالات القتل بالغاز تفسيرات بسيطة مثل انسكاب طلاء الأظافر أو الروائح المنبعثة من الحيوانات أو المصانع المحلية تعافى الضحايا بسرع من أعراضهم ولم يتعرض لأثار طويلة المدى ومع ذلك نشرت الصحف المحلية مقالات مثيرة للقلق حول الهجمات المبلغ عنها وتعاملت مع الروايات على أنها حقيقية تستند معظم الأوصاف المعاصرة للمجنون إلى شهادة السيد والسيدة بريت كيرني ضحايا قضية ماطن التي أبلغت عنها وسائل الإعلام ووصف الجاسر بأنه رجل طويل ورفيع يرتدي ملابساً داكنة ويرتدي قبعة ضيقة ووصف تقرير آخر بعد بضعة أسابيع الغاز بأنه أنثى ترتدي زي رجل كما تم وصف الجاسر بأنه كان يحمل مسدساً وهو آدات زراعية لرش المبيدات الحشرية والتي يزعم أنه استخدمها لنشر الغاز وقعت أولى حواديث الغاز عام 1944 في منزل في شارع جرانت بيماطون في الواحد والثلاثين من أغسطس عام 1944 استيقظ شخص يدعى أوربان رائف خلال الساعات الأولى من الصباح على وقع انتشار رائحة غريبة شعر بغثيان وضعف وعنى من نوبة قيء وللاشتباه في إصابته بتسمم غازي منزلي حاولت زوجته فحص موقد المطبخ لمعرفة ما إذا كانت هناك مشكلة فيه تجعله يسرب الغاز لكنها لم تقوى على مغادرة سريرها إذ أنها كانت مشلولة جزئياً في اليوم التالي الفاتح من سبتمبر تم الإبلاغ عن حادثة أخرى أفادت سيدة تدعى كيرني أن رائحة قوية وحلوة تفشت في منزلها في حوالي الساعة الحادية عشر مساء في البداية ظنت أنها رائحة الأظهار خارج النافذة لكن سرعان ما أصبحت الرائحة أقوى وبدأت تفقد الإحساس في ساقيها واجتذبت مكالمتها شقيقتها السيدة ريدي التي كانت في المنزل في ذلك الوقت لاحظت السيدة ريدي الرائحة أيضاً ووجدت الرائحة قادمة من نافذة غرفة النوم التي كانت مفتوحة في ذلك الوقت تم الاتصال بالشرطة لكن لم يتم العثور على أي دليل حول أي متسلل أو شيء من هذا القبيل في حوالي الساعة الثانية عشر وثلاثين دقيقة عاد بريد كيرني زوج السيدة كيرني إلى المنزل ليجد رجلاً مجهولاً هوية يختبئ بالقرب من إحدى نوافذ المنزل هرب الرجل ولم يتمكن من الإمساك به إذ وصفه للسلطات كرجل طويل القامة يرتدي ملابساً داكنة ويرتدي قبعة ضيقة تم نشر هذه الأوصاف في وسائل الإعلام المحلية وأصبح الوصف الشائع لمخدر ماطن طوال الفترة بعد الهجوم أبلغت السيدة كيرني عن إصابتها بحرقة في شفتيها وحنجرتها والتي تعزى إلى أثار الغاز في البداية كان يشتبه في أن الصرقة كانت الدافع الأساسي للهجوم في وقت وقوع الحوادث كان لدى عائلة كيرني مبلغ كبير من المال في المنزل وكان يعتقد أن المتسلل كان يمكن أن يرى السيدة كيرني وشقيقتها يعدانها في وقت سابق من ذلك المساء في الأيام التي عقبت هجوم كيرني كانت هناك العديد من الهجمات المماثلة على الرغم من عدم تمكن أي من الضحايا المزعومين من تقديم وصف واضح للمجهول ولم يتم العثور على أدلة في موقع الهجمات تم العثور على العينة الأولى من الأدلة المادية في ليلة الخامس من سبتمبر عندما عاد كارل وبيولا كوردز من شارع نورث 21 ستريت إلى المنزل في حوالي الساعة العاشرة مساء بعد قضاء بضع دقائق في المنزل لاحظوا قطعة من القماش الأبيض أكبر قليلا من منديل الرجل موضوعة على الشرفة بجوار باب الحاجز أخذت بيولا قطعة القماش وبمجرد استنشاقها أصيبت بمرض شديد وصفت التأثير بأنه مشابه لصدمة كهربائية بدأ وجهها ينتفخ بسرعة وشعرت بحرقة في ثمها وحلقها وبدأت بالغثيان كما هو الحال مع الضحايا الآخرين أبلغت أيضا عن شعورها بالضعف والشلل الجزئي في ساقيها افترضت بيولا لاحقا أن قطعة القماش قد تركت على الشرفة من أجل القضاء على كلب العائلة الذي كان ينام عادة هناك حتى يتمكن مجنون الغاز من الوصول إلى المنزل دون أن يلاحظه أحد خلال هذه الفترة كانت هناك أيضا زيادة في الأدلة المادية على الهجمات التي تم الإبلاغ عنها بدءا من آثار الأقدام التي يزعم أنها اكتشفت تحت النوافذ إلى الدموع التي تم العثور عليها في شاشات النوافذ بحلول الثاني عشر من سبتمبر تلقت الشرطة المحلية الكثير من الإنذارات الكاذبة التي كان معظمها من المواطنين الذين يعتقدون أنهم اشتموا رائحة الغاز وأنهم رأوا متسللا بحيث قللوا من الأولوية الممنوحة لتقارير الغاز وأعلنوا أن الحادث بأكمله كان على الأرجح نتيجة الأحداث التي يمكن تفسيرها والتي تفاقمت بسبب المخاوف العامة وعلامة على القلق الذي تشعر به النساء عندما كان الرجال المحليون في الخدمة البحرية كان هناك العديد من النظريات الأساسية التي تفسر ما حدث إذ فسر البعض الأمر بالهستيريا الجماعية إذ قالت الشرطة أن بعض الحوادث قد تكون فعلا من شخص ما مسؤول عنها لكن الأغلب ليس إلا هستيريا وذعر من الشخص الذي يهبونه ومن ناحية أخرى فسر أخرون أن الأمر ليس سوى بسبب النفايات السامة والتلوث حيث قال رئيس الشرطة كول في مؤتمر صحفي إن الروائح والأعراض التي تم الإبلغ عنها ربما كانت نتيجة ملوثات أو نفايات سامة صادرة من المصانع القريبة وتكهن بأن رابع كلوريد الكربون أو ثلاثية كلورو إثيلين وكلهما له رائحة حلوة يمكنه تحريض أعراض مشابهة لتلك التي أبلغ عنها ضحايا الغازات المزعومة ربما تكون المادة التي تم إطلاقها في الوقت نفسه الذي أرجح البعض أنه قاتل متسلسل كان ينفذ عملياته وجرائمه بنفس الطريقة كان البعض الآخر يقول أن ما حدث ليس في الأصل إنسانا بل فضائيا بقي الأمر مجهول المصير ولنقص الأدلة والتحقيقات المطولة التي لم تؤتي بثمارها بقية القضية تم تعليقها كقضية باردة وأنت عزيزي المشاهد أي نظرية تدعمها وما هو التفسير الذي تراه مناسبا لتلك الحوادث أخبرون بآرائكم في التعليقات أدناه إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر